في نوعات بسيطة طب لما بيجي لك ممكن تعملوا الحلقة؟ طبعا حلقة اللي هي المعدل؟ التكميم المعدل ده هو عبارة عن تركيب حلقة فوق المعدة للناس اللي هم بيأكلوا بعنف وخصوصا الناس اللي هو وزنهم فوق 170-180 كيلو اللي هو وزنهم بزيادة بدين من وزن عالي ففي البداية أصلا من الأصل احنا بنعمل لهم عملية تكميم مع تركيب حلقة عشان تضمن ما توسعش المعدة في المستقبل في نوعات بسيطة احنا عمليات قسمنا الممنوعة بنعملهاش يعني دي نصائح بسيطة كده عملية تدبيس المعدة أو عملية الفراشة لأنه يعني أنا فجأت أن كان عندي عينين يعني من ضمن العين في الفترة السابعة اللي فاتت كتير جدا بيعملوا العملات دي لأول مرة يعني لسه بيجروا العملات لأول مرة يعني مش جاي لك وعملها من سنين لا ده عمل عملية الفراشة مثلا من 4-5 شهور والتاني عمل بقاله سنة يعني ده معناه أنه لسه العملية دي بتعمل طب ده ما يترفعش ما يترفعش أضيع الدكتور ده المفوض دي يعني دي يعني ملغية ملغية دي مفوض عملية ده وقت يتلغط بزرق كوني يا دكتور عاملها ده مش مفوض يعني يعاقب احنا دورنا توعوي احنا طبعا يعني مش هنقدر أن احنا نعمل أكتر من أن احنا نقدم النصائح للناس اللي هي المقدمة على إجراء جراحة السمنة بصورة واضحة عملية الفراشة عملية التدبيس هي من العملات الممنوعة عملية الباند أو حزام المعدة ما تعملهاش خلاص هي منوعة بردو منوعة بردو باند دي يعني العملات اللي بتعمل دلوقتي المزبوطة اللي هي المرخصة هي عملية تكميم المعدة أو تحويل مصار المعدة المصغر لسه في كلام على الساسي ممكن نشرت عليها بحثة في 2016 بس يعني مسك إداية فيها شوية عملية الساسي أو التكميم مع التحويل وبالتالي هناك عملية حديثة التكميم التحويل بكل أنواع وعلى فكرة التكميم مع التحويل لسه قدامها شوية بسيطة كده أنا عايزة إن شاء الله فكرة خاصة برضو بإصلاح فشل عملية أو جراحات عملية جراحات السمنة والسكر نتكلم بقى على المقاييس الصحيحة نتكلم على الدكاترة اللي بتقيس المعدة وطولها والدكاترة اللي ما بتقيس الدكاترة اللي بتبقى فيه صمك مع يعني فيه صمك معين بيحتاج دباسة معينة الدباسة خفيفة فيه أسماك يعني صمك عن صمك يفرق واختيار الدباسة الصح حيات كتيرة قوي ممكن بسببها هيحصل الفشل ده بس لازم فاقرأ كاملة عنده كله عشان تبقوا عارفين إيه اللي بيحصل لكم جوة غرفة العمليات أنا بشكرة جدا دكتور كريم